بالمناسبة النهاردة كان فيه تصريحات لحمزة المسلوسة لعب نادي الزمالك عبر إذاعة IFM التونسية تصريحات الراجل تمنى فيها الفوز للترجع على النادي الاهلي تاني تمنى فيها الفوز للترجع على النادي الاهلي هو قال إنه اللقاء هيكون متكافئ وسريع من الاهلي والترجع وهان الترجع عنده الخبرة الكافية لمواجهة أجواء العودة ضد النادي الاهلي ومعتاد على اللعب أمام جماهير غفيرة والمباراة النهائية بتحسن بتفاصيل صغيرة رجل تمنى تمنى إنه الترجع يكون بطل أفريقيا ويفوز بالكاس قدام النادي الاهلي وإنه غياب معلول أمر جيد بالنسبة للترجع لكونه يسجل أو يصنع دائما يكون لديه بصمة هجومية في المباراة الكبيرة وقاله أتمنى الترجع يكون في يومه ويفوز بدوري الأبطال شفت ناس بقى كاد بقى ليه وإزاي وإنت بتلعب في الزمالك وعايز الأقل يخسر أجمعهم وهو بيلعب في الزمالك بصوة تنسي فطبيعي هيروح الفرقته أو النادي أو النادي من بلده هو كان بيلعب في الصفاكسي حمزة المسلوسة طبيعي يعني الحقيقة دي بتبقى مفهومة يعني مثلا هنديك مثال يعني اللي هو مثلا مثلا يعني عندنا لعب مصري بيلعب حتى لو كان لعب من الزمالك مثلا بيلعب في نادي النجم السحلي فهيسألوه يقولوا انت عايز مين يكسب فهيقول لا طبعا أتمنى الفوز للنادي الأهلي مش هيقولها أتمنى الفوز للترج يعني كلام عادي أنا شفت بس انت قد قبل ما أخش عطول وهجوم على حمزة المسلوسة كلام منطقي جدا هو مش لعب مصري بيلعب في الزمالك ده لعب تنسي بيلعب في الزمالك فهيتمنى الفوز للترج على الأهلي لكن مثلا مثلا يعني تصريحات من عبر جابر للصحافة التونسية أكيد عمر جابر هيقول عايز الأهلي يكسب مش عايز تصور يعني أتوقع يعني مش متأكد برضا بس أكيد يعني هيروح لناديه المصري أو النادي اللي بيلعب في مصر ويقول عايز النادي اللي في مصر هو اللي يكسب ففين الحاجة الغريبة اللي في الأمر طبيعيا يعني حمزة المسلوسة عمل مباراة أصليمة في نهاية الكونفدرالية وأنا اتكلمت عنه كتير يعني ده مهذب كمان جدا جدا يعني دي حكاية